بسم الله وصلاة والسلام عليك يا حبيبية رسول الله سلام حبوبات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير والفيديو تانا تنهى اليوم تلقاكم كامل بصحة جيدة في احسن الاحوال فرحانات ومطمئنات ألو حبوبات لو ان شاء الله جيتكم فيديو جديد هاد الفيديو رح تكون مغيرة جبت لكم وصفة تعموزي العرق من اروع ما يكون اقتصادية مكونات موجودة في كل بيت وهذا وش نحتاجه في الصيف وفي السخانة رح تحضروه في البيت مواد طبيعية ورح تستعملوه كامل لها يعني كسو سواء انتي ولا زوج انتاعك ولا اطفالك رح تلقاوه كل حسنة قبل ما نطول عليكم يا سر رح نبدأوا مع بعض في وصفتنا الانهار اليوم وش نحتاجه في وصفتنا الانهار اليوم نحتاجه لحنا زوج مغارف كبار انتع بودرة الشب انا كنت شريتوها كمطحول ابنت الى ما لقيتوش هذا البودرة يعني تقدروه تديو حجرة انتع شب تهرسوها وتديو منها حوالي زوج مغارف اكبر عندي اللي هنا مغرف كبيرة انتع ميزينة بالنسبة لمايزينة لبنات في هات الكريمة رح تعطيكم طبيض من ارواع ما يكون الى ما عندكمش تقدروه تعوضوها بمغرف انتع طالك تعليبي بي ولا البودر لبنات وكيف كيف رح يعطيكم نتيجة من ارواع ما يكون بالنسبة للمكون الثالث اللي هي هات المكعب انتع المسك لبنات كي ما رحكم تشوفوا يعني الريحة تعو ما عندي ما نحكي لكم رح تلقاوها عند لبيع الكوسميتيك لبنات لمواد التجميل السعر تعو كين من خمس الاف حتى العشرين الف انا شريت لبنات هاته بعشر الاف ويعني وشو نقول لكم كي حليتو الضار كامل قاعدت تريح بريحة المسك وعندي كمية من الفازلين انا لبناتكم استعملت هات الفازلين اللي جاية بالصبار وانتو ما تستعملوا اي فازلين متواجدة عندكم الى ما عندكمش تقدروه تعوضوها بزيت جونسون ولا بلولي هاته كتالي بي بي ولا اي مرطب عندكم تقدرو تستعملو نيفيا يعني وش عندكم فالدار تقدرو تستعملو من بعد هنالبنات اديت حاولي زوج مغارف انتع هذيك البازلين ضفت اليها هذوك وزوج مغارف انتع الشب والمغارف انتع المايزينا من بعد هنالبنات رح نجيب اللي احنا ارابوس ورح يعني نربي هذيك الحجرة انتع المسك كي ما راكم تشوف وهنا مش رح ندير كامل الكمية كنت اديت منها حوالي هكا ثلاث اربع وخليت منها اربع وهاي لكم الهنا من بعد ما ربيت هذيك الحجرة انتع المسك هنالبنات رح نعطيكم تدبيره بسيطة بالنسبة لهذيك اربع حجرة اللي قاعدت لكم ما ترميوهاش رح تحطوها يعني في الخزاناتاكم ما بين القش بهالطريقة رح تعطروا المنابسنتاكم وصدقوني كي تفتحوا الخزانة رح تشموا واحدة الريحة من اروع ما يكون دون كانت هذي تدبيره بسيطة فقط نرشعو ذركها اللي الخلطة دعنا كي ما كنتوا تشوفون بعد ما ربيتات حصلت على هذيك الكمية ضفتها الكامل المكونات ورح يعني نبدأ نخلط بالمغرف حتى نتحصل على كريمة بهذا الشكل تكون شوية حكمة روحة من بعدي كاجبت لحنا لبنات زيت جونسون بالنسبة لزيت جونسون رح يعطيكم واحدة الترطيب من اروع ما يكون ضفت كمية حوالي كاكاتلت مغارف كبار الى معتكم شرحة تعوضوه باي زيت عندكم حتى يلو كان يعني زيت الورد البنات رح يعطيكم ثاني وحدة الريحة من اروع ما يكون خلطتم حتى يعني تحصلت على كريمة تكون شوية مطلوقة كما راكم تشوفوا ضفت لحنا لبنات البطة انا عندي هذي البطة البلاستيكية انتم ما تقدروا تديروا يعني علبة زوجاجية ولا الشيلي عندكم رح تفرغوا فيها كامل كميات الكريمة انتعكم بالنسبة المدة لاحتفاظ بهذا الكريمة وطريقة الاحتفاظ بها شو هنا بالنسبة لمدة الاحتفاظ لبنات ما عندهاش مدة معينة وين ما خلصت لكم هذي الكريمة تقدروا تديروا واحدة اخرى تحتفظوا بها لبنات كسوا فدوش انتعكم ولا فوقوا لكوا فز يعني مش لازم ديروها في الثلاجة بالنسبة لطريقة الاستعمال شوفوا هنا لبنات هاي لكم الكمية اللي تحصلت عليها طريقة الاستعمال رح تديو هكا يعني كمية من بعد ما تدوشولة من بعد ما تخسلوا ورح يعني اطبليكيوها بهذه الطريقة تحاولونكم يعني تدخلوها مليح في الجلد وشو نقول لكم يا لبنات يعني رح تقعدوا حتى الربع ايام خمسة مش رح تشمو كامل ريحة العرق دونك كيما قلت لكم في بداية الفيديو تستعملوها كامل العائلة وبالنسبة لهذا موزي العرق لبنات تراهو في نفس الوقت مبيض ومرطب بسكيو درنا فيه انشاء ودرنا فيه زيت جونسون دونك رح يعطيكم طبيض وترطيب من ارواح ما يكون كانت هذه هي البنات وصفتنا لنها اليوم وتدبيرتنا لنها اليوم اتمنى منكم انكم يعني تجربوها وتبرطجوها لماكسيموم هكا بشتعم الفائضة اهنا حبيباتي نكون وصلت نهاية الفيديو تاناة نها اليوم نقولكم قبل ما تخرجوا منها لا تنسى بشتيروا ليجاهم وكمونتر حلوك لأول مرة تشوف قناتي نقول لك حبيبتي لا تنسى يشت ضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس سعفوا ليصلكي جديد القناة وابقى لغا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظي وسنوني في فيديوات جديدة سلام